فعندما ظنت الظروف وتكالبت الأحوال والأهوال على الصحراويين وجدوا تلك الوجهة والضمانة وبارقة الأمل في جزائر النخوة والشموخ من خلال تشييد مخيم لألاف اللاجئين الذين جاءوا نازحين من قصف الفوسفور والنبال وبالتالي أصبحوا اللاجئون الوحيدون في العالم الذين يديرون تنظيمهم بأنفسهم لاجئون غير مستسلمين لاجئون استطاعوا بالفعل الاستثمار في العامل البشري تكوين تجربة دولة صحراوية فتية في انتظار فقط استكمال السيادة على كافة الأراضي الصحراوية جذوة النضال تجذلت بشكل كبير في القضية الصحراوية لأن كان هناك مواقف تضامن ورفقة ونصرة جزائرية على مدار كل هذه العقود إذا كان الاحتلال المغربي يحتفي بحلفائه من فرنسا وواشنطن وتل أبيب فإنه من فخر الصحراويين أن يكون لهم حلفاء على غير الجزائر جنوب أفريقيا منديلا وكل أحرار العالم باعتبار أنه مسار طبعا فخر الاعتزاز والكرامة هو أولئك الجزائريون والجزائريات الذين واللائي عاشوا 132 عاما تحت نير حقبة استعمارية مريرة وليس بهم حنين للبتة بأن يروا مضطهدين مظلومين في هذا العالم ربما لا يفهم الكثيرون من هذا العالم لأن منطق المصالح هو الذي طبعا يحرك كل هؤلاء لا يفهمون الوقفات الجزائرية الخالدة ولكن عندما يعيشون يوما واحدا تحت حقبة استعمارية يفهمون جيدا بأن ما يمكن شراؤه أموالا لا يمكن أن يعطي كرامة ففي الجزائر تصدر الكرامة لكل العالم